السلام عليكم أخواتي المشاهدات توجود تحضير المولد نبوي الشارف ان شاء الله اليوم درت لكم أرفيس تونسي بطريقة جديدة بدون ديمول وشوى طريقة سهلة وبسيطة نتمنى تتبعوها معايا نتمنى تحضير المولد نبوي الشارف نحضره في الأكلات البنادم يفرح لولداته وفرح العائلة هذه هي تحضير المشاهدات التي تحضيرها على الأمهات والجدد لتحضير المشاهدات لا يوجد شيء مفرقعة أو سينيال أو شيء دهشان دونجور فقط أكل ومليحة هكذا في المناسبات بنادى يبدل على الرحمن وعلى وشوى دبيتود لك هوليك نرفس تونسي بجميع خطواتي ههي تبعوني في الوصفة ونبدأوا على بركة الله و بسم الله الرحمن الرحيم و بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله المقادر لدينا سميد كما تعطمنا وخلطه 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 لذلك لذلك السميد يجب أن يكون سخون كثيرا لذلك نضيفه 200 غرم الغرس أو الغرس تونسي لدينا مغارفة مغارفة زبدة أو مارغارين ونضيفه مغارفة عسيلة ومغارفة عسيلة مغارفة ليس لدينا بثني نضيفه كثيرا كثيرا مغارفة كبيرة نضيفها مع المكلا نعود تمار أو الغرس يكون كامل هذا العظم منه مغير فى مغارين وزبدة ومغير فى مملؤة ومعمرة وسمون فى العسيلة نحن نحمص هذا السميد التاعي ونجيبه سخون بعد حمصت كامل هذا السميد نجيبه بالزربعة يجب أن يكون سخون نرمي هذا السميد فوق هذه المقادير نعود لك وهكذا يجب أن يكون السميد سخون وهذا السميد التاعي وهذا السميد التاعي وهذا السميد التاعي تباوز بجوزة وتباوز بجوزة تباوز بجوزة تباوز بجوزة لأنه سخون مليح لا تستعمل تباوز بجوزة نعم تباوز بجوزة تباوز بجوزة تباوز بجوزة لا يستعمل نحن نزيد تباوز بجوزة نحن نضيف تباوز بجوزة لتباوز تباوز سميد نقوم بسخة سخونة نقوم بسخة سخونة لكي ندوب كامل هذا الغرص نقوم بسخة سخة سخينة نقوم بسخة سخة سخينة نرى أصبح من المنطقة نضيف الزبدة والعسيلة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة الزبدة تضحق جهد عضالية على هذه الملحة في البتخان بعد خلطها كامل الملح سلحة مغرفة على الزبدة و سلحة مغرفة على العسيلة تضحقة جميلة لذلك تضحق جميلة لذلك يجب أن أفضل لزنج أو لزنج أو لزنج رادري اللاززة تمضي الترقات من المال وكبالت داخل كل موضوع قمت بضل حلوة الترق قمت بزباب يروى الوز ان تضيفه ودر أمون مستخدم مستخدم الائزة مستخدم مستخدم ومسكة استخدم الحجوم ان يتم كيفية الوردة يجب أن تجربوا هذه الوصفة تجربوا هذه الوصفة كل شيء صحيح لدينا طمر و سميد و بعض زبدة لدينا ايضا و لا تستطيع الممكن لدينا طمر تذكرون اخواتي تذكرون اللذين من حصولك تمر بهذا الطريق قبل ان يحسونها ويأكلها بس حولنا إن شاء الله إن شاء الله هاد المولد النبوي الشاريف يجيالينا بس حول هنا إن شاء الله هي تروح علينا هاد الغمة إن شاء الله إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم نتمنى وانتلاقوا في وصفة وحد أخر إن شاء الله وإلى لقاء ومولد نبوي الشاريف على الجميع بإذن الله